بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وعلاجك من البيت علاجك من البيت هيقدم النهاردة عشب وهو مستخدمت كتير في الشربة ألا وهو الكرفس الكرفس من العيلة الخيميات يعني بيقسموها علماء النبات من العيلة الخيميات دي بتضم النباتات العطرية بتضم البقدونس والشمر نضفلهم الكرفس والكرفس ده اللي بيدي للشربة طعم وريح الفوائد الصحية اللي فيه نقول عظيمة جدا لأن يمكن أكله ني أو مطبوخ يعني زي أي خضروات طيب الفوائد اللي في الكرفس بتشبه نفس الفوائد اللي موجودة في باقي الخيميات يعني زي اللي موجودة في البقدونس والشمر ولكن ليها بعض التمييزات في إنها بتعالج الأرق بعض الناس يقول لك أنا ما بنامش كويس أقول طيب ممكن تاكل عودين كرفس ممكن تاكلهم كده خضر قبل النوم بنص ساعة يعني قبل ما تروح السرير بنص ساعة أكل عودين كرفس نيين وشوف الحالة النوم وهدوءه بتلاقي نفسك نوم كنوم الأطفال أيضا بتعالج إيه بتعالج الغازات اللي موجودة في القولون وبتعالج الإمساك المزمن يعني الناس اللي تاخد كرفس الإمساك يكون أقليه لاح توقع على نسبة نسبة كبيرة من السوائل يعني الكرفس عما جون من العلماء يشوفوا احتوقوا على مية تزيد عن 95% من مكونه مية وخمسة في المية ألياف يعني المية نسبة كبيرة جدا لذلك الألياف اللي موجودة مع المية علاج للإمساك المزمن بتخفض ضغط الدم ودي من الأشياء الطيبة إن الناس اللي تاكل كرفس إن ضغطهم ينخفض ويوصل لمعدلاته الطبيعية بتقوّل مناعة وعشان كده بقول أي مريض أي واحد عمل عملية أي ست والدة خيصرية أما نعمل طبق شربة الخضار ضيفه لي الكرفس إن هيأول مناعة وبيساعد على التأم الجروح علاج للتهابات عشان ما يحصلش التهاب مكان الجراح علاج للتهابات المسالك البولية خصوصا الناس اللي مركبين أسطرة والناس اللي عملها توسيح حالب والناس دول لما يضيفوا الكرفس لأكلهم بيجدوا فرق نجد إن التأم الجروح عندهم والمنع للتهاب عندهم أفضل من غيره أيضا من ضمن فوايد الكرفس إنه مكافح للسرطان الناس اللي عندهم علي عزه بالله نقول أورام سرطانية وفي العائلة ما يجوا يأكلوا كرفس الأولاد والأحفاد أقل عرضة أو انتقال السرطانات ليهم من غيرهم اللي ما بيأكلوش كرفس الكرفس لمكوناته بيحتوي على بعض المواد الضرورية لصحة العين يعني الناس اللي عندهم مشاكل في العينين ونتلاقي دلوقتي أنا شايف في ناس كتير بيقولوا آه احنا عندنا مشاكل في الشبكية مشاكل في العدسة مشاكل في العصب نقول إضافة الكرفس لأكلك هو نوع من أنواع العلاجات السهلة البسيطة لتقوية الرؤية والبصر الحفاظ على خلايا المخ خاصة عند كبار السن مشكلة الألزهايمر والخراف والواحد اللي بقى يدقي ينسى واللي بدأ يحصل عنده تغير مزاجي يعني تجد الرجل البيت قاعد صوت عالي وعمال يزعق في الناس أو الأم في المرحلة اللي أولادها بدأوا يخرجوا من البيت وبدأت تبقى يعني مسؤولياتها تجاه الأولاد تقيل تبدأ الحالة النفسية تضطرب ومشاعرها تطلق بط يعني أولادي اللي أنا بربي فيهم طول العمر خلاص فيه واحدة هتجوز الولد وهتاخده ودي بنتي اللي أنا مربيها واحد جي خدها ويبدأ تخش فيه اضطرابات شعورية مشاعرها تطلق بط فالاضطرابات المشاعر دي ممكن تؤدي الأمراض كبيرة جدا فوجد العلماء اللي في المرحلة العمرية دي اللي هي مرحلة من خمسين لستين سواء للرجال أو النساء أكل الكرافسي سواء ناية أو مضاف إلى شربة أو للطعام نتائجه طيبة جدا على الحالة المزاجية لأنه بيحافظ على خلال مخ زيادة الزاكرة أو تقوية الزاكرة مطلب مطالب الشباب والكبار والصغيرين والعواجيز كلنا عايزين زاكرتنا تبقى حديدية ولكن بتيجي في مراحل معاناة من العمر بنتشغل يعني تجد ساعة دماغك اتشغلت بحاجات ثانوية فدأت تمسي تنسى وتمسح كثير من المعلومات القديمة فتيجي تفتكر حاجة أنا مش فاكرها ليه عمال تاخد في معلومات كتيرة جديدة فوجد العلماء أن تناول الكرافس كشربة على الأقل لثلاث مرات في الأسبوع بتقوى الزاكرة وبتعدها بقى أن لا أحد يتذكر الأحداث القديمة علاج السمنة يعني أكل شربة الخضار تحتوي على الكوسة والكرافس والبدنجان بعض الناس يقولوا البدنجان في الشربة أو يتحط في الشربة مع الكرافس وبيدي طعم جيد بنقول ده بيسموها الأطعمة الحارقة لو إحنا أضفنا بعض ورق كورومب مقطع أو أرنبيط تاكلت يجد أن الموضوع بيقولوا عليه الأطعمة الحارقة للدهون أيضا الكرافس بيحفز البنكرياس ويكون بيساهم في علاج السكر فالناس اللي بتدوم على أكل الكرافس هنجد عندهم الصحة العقلية كويسة المزاجية في حالة من نقول الانسجام البنكرياس والسكر ما بقىش يعلى السكر جامد نجد الضغط بدأ يهدى نجد القناة الهضمية ما عادش فيه غازات وانتفاخات العينين بدأت الرؤية تتحسن الإصابة بالأورام السرطانية قلت ما عادش فيه مناعة الجسم أقوى ونقول يا ريت نخلي الكرافس أساس من أساسيات الأطعمة اليومية اللي بنتناولها علشان ربنا يجعلها وقاية من كثير من الأمراض وعلاج لباقي الأمراض أسأل الله الشفاء لكل مريض والعافية من كل ابتلاء اللهم أمين وفي ختم هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى علينا وعليكم بالصحة والعافية وأستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته